يا ناس الزول يكون فاهم دي نقطة مهمة جدا فانطلقوا في المساجد دي وانطلقوا في الجامعات وفي الساحات واوة تقعد مع حزبي يملاك شبهات اوة ولا تناظروا ابدا حزبي داونا ناظروا لانه انتهوا الناس زيل ما ممكن انا زول مات جواد نزل القبر امشي احفر انفض منه التراب اقول ليش تغل تاني فات خلاص خليفوت فتعلي انتهوا ما عندهم حاجة دل لا تناغشهم ولا جادلهم عرفت كلامي اكسب زمنك في العوام شفت العوام ديل ديل الفيهم الخير العوام ديل هم الارض الخصبة المحروتة محروتة مجهزة للدعوة لكن احنا فينخليهم بدل ما ادعو لي خمسمية عامي في خمسة يوم بكون قاعد خمسمية يوم في حزبي لا فيه خير لا فيه بركة خمسمية يوم اقول لي الله قال يقول ليه الهواري قال الله قال الرسول قال يقول لي فلان قال ده ما نافع يا خليه عليك الله وده تصوف زات نوع من التصوف فما تضيع زمنك مع حزبي ولا تضيع زمنك مع نزارياتي ولا غيره ارمي اشتغل في العوام ديل فتع العوام ديل اقل كلمة بتجيبه آية حديث اتأكد انك صادق في منهجك وفي توجهك وفي اخلاصك والله يبستجيب فما تضيع زمنك مع العواليك ديل والناس الاصلا واحد عارف الحق لكن انه مرتب بسيطة سلموا من الجمعية هنا كل يوم واحد في الشهر ده ما بيقبل لك حق يا شيخ اما تدي اكتر من المرتب ده عرفت كلامي او والله هديه غايته لكن ده تضيع معه زمنك ما تضيع زمنك معه انا بقولك كلام ده ليه لانه دي المشاكل اللي بتواجه اخواننا زاتهم السلفين فاشتغلوا في العوام وانطلقوا